أخي الحبيب النجيب اللبيب عليك التزام السكوتي لتسلم فإن اللسان له مهلكات فصمتا لتنجو وإلا ستندم فمنها نميما وكذب وغيبا وقول لزور وقذف لمسلم جدال وخوض وقول لشرك وطعن ولعان وكلم محرم فأمسك عليك لسانك صاحي كما في حديث النبي المكرم فإن كان قولك خيرا كنصح وصلح وعلم فقله لتغنام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فما زال حديثنا معاشر الفضل على تلكم الآفة الخطيرة العظيمة وهي شهادة الزور وقد تبين مما سبق أن شهادة الزور ضرب من ضروب الافتراء والكذب وقد سبق بيان حقيقة شهادة الزور فشهادة الزور هي قول الإنسان ما لا يعلم أو أن يشهد الإنسان بما يعلم على خلاف ما يعلم أو على خلاف الصفة التي وقع عليها فكل هذه الصور داخلة في شهادة الزور ومن أكثرها شيوعا وانتشارا أن يشهد الإنسان على واقعة لم يحضرها ولم يرها وليس له علم بها ويشهد عليها على أنه كان حاضرا وأنه رأى بعينه ما وقع أو سمع بأذنه ما حصل ولم يقع شيء من ذلك وكثير من الناس يستهينون بهذا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال ربنا تبارك وتعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اعلم عبد الله أنك ستسأل بين يدي ربك تبارك وتعالى عما جناه لسانك عما خرج من فيك وإذا أردت أن تنكر شهدت عليك جوارحك بل سيشهد عليك هذا اللسان الذين تقت به هذا اللسان الذين تقت به يشهد عليك غدا يوم القيامة إذا أنكرت قال تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لسانك الذي شهدت به شهادة الزور الذي افتريت وكذبت به على عباد الله يشهد عليك غدا يوم القيامة إن أنكرت لأن الملائكة تكتب عنك كل ما يقع منك من أقوال وأفعال وإن نسيتها ومرت عليها سنوات وشهور فإن الملائكة لا تغفل عنها ولا تنساها قد يعمل العبد معاصي كثيرة ويقترف ذنوبا كبيرة ولكن مع مرور السنوات والشهور يغفل عنها لكن الملائكة لا تغفل عنها لأنها تكتب ومما تكتبه الملائكة ما يخرج من هذا اللسان ما يحصل من هذا اللسان من الكلام تكتبه الملائكة وتجده غدا يوم القيامة مكتوبا بين يدي ربك سواء أكان كلاما حسنا أو قبيحا تكتب لك الكلام الحسن والكلام القبيح تكتب لك الكلام الذي يترتب عليه الأجر وتزداد به الحسنات وترتفع به الدرجات وتكتب عليك الكلام الذي تحصل به الوزر ويخف به ميزانك كفة ميزانك تخف بسببه وبه تحط منزلتك وتوضع عند الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل لما ذكر حال اليهود وما يقولون في ربهم من المقالات الشنيعة الفضيعة قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هؤلئذ يهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن الله تعالى فقير لما أنزل الله جل وعلا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالوا مستهزئين هذا إله فقير لأنه يسأل القرض من عباده فهو فقير قالوا ها تهكما واستهزاء في حق ربهم تبارك وتعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية التي توعدهم بها قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق إذن فشهادة الزور أمرها عظيم قد يقول قائل لماذا غلضت العقوبة على شاهد الزور ما السبب في ذلك؟ الجواب أن العقوبة غلضت على شاهد الزور لما تترتب على شهادته من المفاسد شهادة شاهد الزور تترتب عليها مفاسد كثيرة فلهذا لأجل ما تترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة والمتعدية ولما يترتب على ذلك من المظالم للعباد فإن عقوبتها مغلظة في شرعنا كما سمعتم في الحديث السال في الذكر وفيما ياتي بإذن الله تبارك وتعالى إذن غلضت العقوبة على شاهد الزور لأن الدوافع لها كثيرة من الدوافع العداوة والحسد شهادة الزور قد تدفع لها العداوة والحسد فكثير من الناس قد يشهد على غيره بشيء مخالف للواقع لأن بينه وبين ذلك الشخص عداوة لأن بينه وبين المشهود عليه عداوة فتحمله على عداوته لأخيه على أن يشهد عليه زورا ومهتانا وقد تحمل على شهادة الزور زيادة على العداوة الحسد والحقد والبغضاء والكراهية بعض الناس يحمله الحسد على أن يشهد على أخيه أو الحقد أو البغض لأخيه أو كراهيته له لا لأمر من أمور الدين وإنما لأمر من أمور الدنيا أو لا لشيء أصلا لا لشيء من أمور الدين ولا الدنيا تجد بعض الناس يقول لك أنا أبغض فلانا لأكرهه أمقته لا لشيء هكذا دون أي سبب هذا موجود في بعض الناس مع الأسف من مرضى النفوس تجده يحقد على أخيه المسلم ويبغضه وربما يحسده دون أي سبب ولو كان دنيويا مع أن الحقد والبغض بين المسلمين لا يجوز ولو كان لأسباب دنيوية لا يجوز فكيف بمريض القلب الذي يبغض أخاه ويعاديه دون أي سبب فهذا الذي يبغض أخاه ويحقد عليه دون أي سبب قد يحمله ذلك على أن يشهد عليه شهادة الزور هذا حاصل أيضا من الأسباب التي لأجلها غلضت العقوبة على شاهد الزور أن مفسدة الشهادة متعدية إلى غير الشاهد مفسدة هذه الشهادة متعدية إلى غير الشاهد كيف؟ لأنه يعطي حقا لمن لا يستحقه يأخذ حقا ممن يستحقه ويعطيه لمن لا يستحقه فلما كان بهذه المثابة يأخذ حقا لمن يستحقه ويعطيه لمن لا يستحقه كانت مفسدته متعدية حيث إنه زيادة على ظلم نفسه ظلم المشهود له والمشهود عليه كما تقدم تقريره ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد كما في الحديث السالي في الذكر فقال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت شفقة عليه وكراهية لما يزعجه ويغضبه عليه الصلاة والسلام مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد ومن التحذير العظيم من شهادة الزور قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يسيرا فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ما معنى بيمينه؟ أي بحالفه الكاذب حلف كاذبا أن ذلك الحق له أو أن ذلك الحق لفلان وليس الحق لا له ولا لفلان فحلف بالله كاذبا ليوجب حقا لنفسه أو لغيره وليس ذلك الحق لا له ولا لغيره من فعل ذلك ما هو جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة الذي يفعل هذا يوجب النار لنفسه ويحرم الجنة على نفسه هو الذي يجني على نفسه حيث إنه يحرم عليها الجنة ويوجب لها ولوج النار والعياذ بالله قال الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان شيئا يسيرا يعني وإن كان هذا الشيء الذي حلف عليه حلف عليه الشاهد شيئا يسيرا شيئا قليلا درهما أو نصف درهم أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو مدا من بر أو من شعير قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من آراك قال وإن كان هذا الشيء الذي حلف الإنسان عليه كاذبا ليوجبه لنفسه أو لغيره وإن كان عود آراك وإن كان قضيبا من آراك والقضيب من الآراك في زمنهم لا يباع متداول موجود بين الناس شيء يعد حقيرا تافها لا قيمة له قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من آراك وأكثر الناس شهادة للزور ممن ينتسبون للإسلام ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الرافض الروافض معروفون بشهادة الزور منذ أول ظهورهم منذ أول نشأتهم عرفوا بشهادة الزور يشهدون بالزور لأنفسهم انتصارا لأنفسهم ونصرة لمذهبهم ومنهجهم يشهدون بالزور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يتهمونهم بالتهم الخطيرة ويلسقون فيهم الأمور الفضيعة الشنيعة العظيمة وهم مبرؤون منها بل إنهم يتطاولون ويتجرؤون فينسبون لأمهات المؤمنين الفاحشة ينسبون لأمهات المؤمنين المبرآت من فوق سبع سماوات وعلى رأسهن أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها ينسبون لها الفاحشة وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات في الآيات التي نزلت بعد حادثة الإفك إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فهؤلاء ينسبون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ولأمهات المؤمنين خصوصا أمورا كثيرة يلسقونها لهم زورا وافتراءا وبهتانا ولأجل هذا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة يقول ما رأيت أحدا أكثر شهادة بالزور من الروافض فهم أشد طوائف أهل البدع شهادة للزور وقال يزيد بن هارون رحمه الله يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون بل الرافضة يعتقدون حل الكذب هم يجوزون أصلا الكذب ويعتبرونه مباحا حلالا ويسمون ذلك أحيانا بالتقية يسمون ذلك ويصفونه بالتقية لتجويزه وهو كذب صريح كذب واضح بي لكن أرادوا تجويزه فغيروا اسمه من باب تسمية الأشياء بغير أسمائها ليسوغوها ويجوزوها فيسمون الكذب تقية ولهذا كان يقول السلف لا يكتب حديث الرافضة يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية ومعروف عند أهل الحديث أن جمهورهم يجوز الرواية عن أهل البدع إذا لم يكونوا من الدعاة إلى بدعهم ولم يروي ما يروج بدعهم فالمبتدع صاحب البدعة إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما ينصر به بدعته لم يروي شيئا يوافق بدعته فإنه يقبل حديثه إذا عرف بالصلاح والتقوى والزهد والوراء وأما الرافضة فإنه لا يكتب حديثهم لأنهم يجوزون الكذب يعتقدون أن الكذب حرام فكيف يتورعون عنه إذن فالحاصل أيها الإخوة المتابعون أن شهادة الزور من أخطر آفات اللسان يجب على المسلم الحذر من الوقوع فيها نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الآفة من آفات اللسان وإلا فالكلام عليها يطول من آفات اللسان المشتهرة كذلك المنتشرة مع كامل الأسف بين المسلمين آفة الكلام الفاحش آفة النطق بالقول البذيء من السب والشتم والطعن واللعن والفاض ذلك وهي كثيرة جدا بمختلف الفاض ذلك وكلماته وجماله الأصل أن العبد المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكون بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجري على لسان العبد المؤمن السب واللعن والطعن هذه الألفاظ البذيئة التي تدل على دناءة صاحبها التي تدل على ضعف صاحبها لأن هذه الألفاظ في الحقيقة لا تصدر إلا من ضعيف الضعيف هذا أرد أن يغطي على ضعفه وأن يستره فإنه يتوصل إلى ذلك بكلام الفحش بالكلام البديء بالسب واللعن والطعن المؤمن ليس كذلك وهذا الخلق السيء مع الأسف فشى بين المسلمين فصرنا نجده في الصغار قبل الكبار صرنا نجد هذا الخلق السيء القبير في أطفال المسلمين في أولاد المسلمين الصغار جدا الذين لم يبلغوا بعد قبل الكبار وصرنا نجده في الكبار نساء ورجالا مع الأسف لا تلتفت يمنة ولا يسره ولا تقف في مكان عام إلا تسمع كلاما فاحشا وقولا بديئا والأصل أن المؤمنين أن المؤمنين منزهون عن ذلك أن المؤمنين مجانبون لذلك المؤمن لا ينطق إلا بخير لا يتكلم إلا بخير ولو في حال الغضب ولو عند الشدائد لا يتكلم إلا بخير في كل أحواله مؤمن بقضاء الله وقدره يرد الأمور ويرجعها إلى قدر الله سبحانه وتعالى صابرا مؤمنا محتسبا هذا حال المؤمن وأما الذي يكثر من قول الفحش وقول البذاء فهذا ليس متصفا بصفات مؤمن فيه صفة من صفات الفساق أهل الفجور والفسق والمجون والمعاصي هم الذين يعرفون بالكلام الباطل بالكلام الفاسد بلغو الكلام وأما المؤمن فلسانه يلهج بدكر الله ولسانه رطب من دكر الله تبارك وتعالى فلا تجده إلا يدور بين الكلام الحسن والكلام المباح ولا يصدر منه الكلام المكروه فضلا عن الكلام الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش إياكم والفحش يحذرنا عليه الصلاة والسلام من الفحش يقول إياكم منصوب على التحذير احذروا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وبالتالي إذا كان رب العالمين لا يحب الفحش ولا التفحش فلا يحب آله لا يحب أصحابه فاحذر أخي المسلم من ذلك عوض أن تنطق بكلام فاحش انطق عوضه بكلام طيب إذا غضبت من أحد إذا أغضبك أحد كزوجك أو صديقك أو جارك أو غير المسلمين فاعوض أن تلعنه أو تسبه أدعو له قل له هداك الله قل له غفر الله لك قل له عفى الله عنك عوض أن تدعو عليه أو أن تسبه وتطعن فيه وقد سمعتم معنا فيما مضى قول الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءه ذلك الرجل وقال له إن فلانا قال فيك كدا وكدا وقال اذهب بنا إليه لما وصل إليه مدى قال قال إن كان ما قلت فيي حقا فغفر الله لي وإن كان ما قلت فيي باطلا فغفر الله لك فهذا حال السلف حال الصالحين أنهم في حال الغضب يدعون لمن أغضبهم بالهداية بالمغفرة بالعفو بالتجاوز فهكذا يجب أن يكون المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ليس المؤمن متصفا بهذه الصفات بالطعان كثير الطعن لا يخرج من لسانه إلا فلان كذا وفلان كذا وهذا حال بعض المنتسبين للاستقامة بعض الناس ممن ينتسبون إلى الاستقامة وإلى الدين والزهد والورع هذا ديدنهم ولسانهم الذي يتكلمون به بالليل والنهار في الصباح والمساء دائما لسان حالهم الطعن فلان ضال فلان مبتدع فلان صاحب هوى فلان دجال فلان كذا فلان كيت وكيت فلا يخرج من ألسنتهم إلا الطعن في الصالحين إلا الطعن في أهل الخير والفضل من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والعلماء وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان كهؤلاء ولا اللعان الذي يكتر من اللعن لعنك الله لعنك الله فعلى كذا بعض الناس إذا أغضبته زوجه يلعنها إذا أغضبه ولده يلعنه إذا أغضبه أخوه أو صديقه أو قريبه أو جاره يلعنه لعنك الله أو لعنك الله يجب على المسلم أن ينزه نفسه عن هذا وأن يحفظ لسانه من مثل هذا بل في هذا المقام يدعو لمن أغضبه يقول له هداك الله غفر الله لك قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش الذي يصدر منه قول الفحش ولا البذيء ولذلك قال العلماء قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها قالوا يستتنى من ذلك الفحش فمن قال لك كلاما بذيئا فاحشا لا يجوز أن تقابله بالمثل لأن المؤمن لا يتصف بذلك نعم يمكنك أن تأخذ جزاءك منه يمكنك أن ترفع أمره إلى القاضي ويحكم عليه بأمر ما بحبس أو عقوبة ما أو بمال لكن لا يجوز أن تنطق أنت بالفحش لأنه بدأك به ولو بدأك غيرك بالفحش فأنت لست بالفاحش لا تنطق بالفحش ولا تنطق بالكلام البذيء إذن فالحاصل أن المؤمن لا يتصف بهذه الصفات ولا يصدر منه الكلام القبيح الخبيث وإنما يصدر ذلك من أهل الفسق والفجور والمجون وعلى المؤمن أن يعلم أنه إن أراد مجانبة هذا الكلام وإن أراد أن يعين نفسه على ترك هذا الكلام فليترك الخوض في الباطل كلما ترك المسلم الخوض في الباطل وكلما ترك المسلم مجالسة أهل المعاصي ممن يلهجون بمثل هذا الكلام ممن يلهجون بسفاسف الأقوال وأردئ الألفاض إذا جانب المسلم مجالسة هؤلاء وبدل ذلك بمجالسة أهل الخير والفضل والصلاح والتقوى والعلم فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتغير حاله شيئا فشيئا وعلى العبد أن يستحضر في هذا المقام عليه أن يستحضر في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية سبعين خريفا فقد تكون هذه الكلمة كلمة فحش أو كلمة بذاء أو كلمة طعن أو لعن تكون سببا في هويه ودخوله في نار جهنم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونتمم بإذن الله تبارك وتعالى ما بقي من الآفات الخطيرة المنتشرة وإلى ذلكم الحين استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب النجيب اللبيب عليك التزام السكوتي لتسلم فإن اللسان له مهلكات فصمتا لتنجو وإلا ستندم فمنها نميما وكذب وغيبا وقول لزور وقذف لمسلم جدال وخوض وقول لشرك وطعن ولعان وكلم محرم فأمسك عليك لسانك صاحي كما في حديث النبي المكرم فإن كان قولك خيرا كنصح وصلح وعلم فقله لتغنام